في عام 1974 كان مهاتير محمد ضيفاً في حفل الأنشطة الختامية لمدرسة ماليزية وذلك قبل أن يصبح وزيراً للتعليم ثم رئيساً للوزراء وقد قام مهاتير في ذلك الحفل بعمل مسابقة للمعلمين وليست للطلاب ليتعرف على مدى تفكيرهم إن كان سلبياً أم إيجابياً وتأثيره على طلابهم حيث وزع بالونات على المعلمين وطلب منهم أن يملؤوها بالهواء بأفواههم ثم يربط كل معلم بالونته في رجله وبعدها جمع مهاتير جميع المعلمين في ساحة مستديرة وقال لدي مجموعة من الجوائز وسأبدأ من الآن بحساب دقيقة واحدة فقط وبعدها سيأخذ كل معلم ما زال محتفظاً ببالونته جائزة مدأ الوقت وهجم الجميع بعضهم على بعض كل منهم يريد تفجير بالونة الآخر حتى انتهى الوقت فوقف مهاتير بينهم في دهشة وقال لهم لم أطلب من أحد تفجير بالونة الآخر ولو أن كل شخص وقف من دون اتخاذ قرار سلبي ضد الآخر لنال الجميع الجوائز ولكن التفكير السلبي طغى على الجميع كل منكم فكر في النجاح على حساب الآخرين ورغم أن النجاح متاح للجميع إلا أن البعض للأسف يتجه نحو تدمير الآخر لكي يحقق النجاح إن نجاحك لا يستوجب عليك أن تسعى لفشل غيرك بل إنك كلما أزلت الحسد من قلبك وتمنيت الخير لغيرك وفقك الله للخير والنجاح ثم قام مهاتير بتوزيع ثلاثين بالونة على ثلاثين طالب وبعد أن ملأوها بالهواء بأفواههم طلب من كل طالب أن يكتب اسمه على بالونته ثم جمع البالونات في غرفة صغيرة وطلب من كل طالب خلال خمس دقائق أن يجد البالونة التي تحمل اسمه انتهت الدقائق الخمس ولم يستطع أي طالب أن يجد بالونته فطلب مهاتير منهم أن يأخذ كل طالب أي بالونة ويعطيها لصاحب الاسم المكتوب عليها فتمت العملية خلال دقيقة واحدة وأصبح مع كل طالب البالونة التي تحمل اسمه وأصبح الجميع سعداء عندها قال مهاتير البالونات تمثل سعادتنا التي نبحث عنها وعندما كنا نبحث عن سعادتنا فقط استحال علينا أن نجدها ولكن عندما قدمنا السعادة للآخرين منحونا السعادة وفرحنا جميعا فمنحوا السعادة للآخرين تسعدوا وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين شادي شاب صالح بعد عودته من أداء العمر مر بأزمة مالية شديدة حتى أصبح لا يملك ثمن فنجان الشاي الذي يحبه ولذلك ذهب إلى المقهى حيث يجلس طاها أعز أصدقائه ليطلب له على نفقته فنجانا من الشاي حيث أنه لا فرق بينهما في المعاملة بعد احتساء الشاي حكى شادي لصديقه عن الأزمة المالية التي يمر بها بسبب عدم دفع الشركة التي يعمل بها مرتبه المتأخرة منذ ثلاثة أشهر ففوجئ بصديقه يقول له لماذا لا تبيع زجاجة عطر من الزجاجات التي عدت بها بعد أدائك للعمرة وأخبرتني أن ثمنها ألف جنيه فقال له شادي لم يعد عندي سوى زجاجة مغلقة ولكنك تعلم أنني لا أبيع ما اشتريته لنفسي ثم من سيشتري مني في هذا التوقيت رد طاها أنا اذهب وأحضر الزجاجة وسأذهب للبيت وأحضر ثمنها وبعد ساعة عاد شادي للمقهى ومعه زجاجة العطر وبعده بدقائق وصل طاها وأعطى شادي خمسمائة جنيه فنظر شادي للمبلغ بغضب ولأنه في احتياج لأي مبلغ أخذ النقود وصدمته في صديقه كبيرة ولكي يعبر له عن صدمته فيه أخرج ثمن فنجان الشاي وأعطاه للجرسون وغادر المقهى حزينة بعد أيام حصل شادي من الشركة على مرتبه المتأخر وحتى لا يخسر صديقه أصبح قليلا لقائبه وإذا جلس على المقهى رفض دفع طاها الحساب عنه وأصره على الدفع وظل طاها يبتسم كل ما عامله شادي بجفاء وفي يوم نال شادي ترقية في عمله فذهب طاها إليه وأعطاه حقيبة صغيرة كهدية فرفض شادي أخذها ولكن طاها فتحها وأخرج منها زجاجة العطر التي اشتراها منه وقال له مبتسمة يوم أخذت هذه الزجاجة منك لم يكن معي سوى نصف ثمنها ولأني أعرف جيدا أنك لا تحب الاقتراض من أحد ولن تقبل أخذ المبلغ مني بأي وسيلة فكرت في شراء زجاجة العطر منك حزن شادي كثيرا وخجل من نفسه وتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث وتأكد أن ما فعله طاها معه كان نوعا من جبر الخواطر وأنه تحمل سوء معاملته وجفاءه بابتسام وتسامح فاعتذر له وأصبح من يومها لا يحكم على أي موقف لأحد حتى يتأكد من مقصده وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الصحابي الجليل زيد بن الخطاب رضي الله عنه شقيق عمر بن الخطاب كان أكبر من عمر سنة وأسلم قبله وكان من الذين يقتدي بهم عمر ويحبهم وقد أثر عليه قبل إسلامه وحثه على الإسلام وقد رافق النبي صلى الله عليه وسلم في كل معاركه وغزواته وبعد وفاة نبينا صلى الله عليه وسلم لم يتخلف زيد عن الجهاد عندما جاءت معركة اليمامة والتي تعد من أهم المعارك في تاريخ الإسلام كان زيد يحمل راية المسلمين في مواجهة المرتدين وأخذ يقاتل بسيفه حتى هاجمه أحد المرتدين ويدعى أبو مريم الحنفي واستشهد زيد رضي الله عنه وعندما وصل الخبر لعمر بن الخطاب حزن وبكى أياما على حبيبه زيد حتى ضعف جسده وظهر الشيب على وجهه متأثرا بفراق أخيه وكان يردد دائما رحم الله أخي سبقني إلى الحسنيين أسلم قبلي واستشهد قبلي ومرت السنين وتولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخلافة وبدأ الخير يتدفق على المسلمين من كل جانب بفضل من الله وكان عمر رضي الله عنه يوزع بنفسه الخيرات بالعدل على كل المسلمين وفجأة وجد أمامه أبا مريم الحنفي قاتل شقيقه الذي أسلم بعد حروب الردة وحسن إسلامه ففتح أبو مريم في قلب عمر جرحا عميقا لم يلتئم بعد خاصة عندما لمحه واقفا شامخا لا يهاب شيئا وينتظر نصيبه فقال له عمر أنت قاتل زيد رد الرجل نعم أنا قاتله فقال له عمر أغرب عن وجهي فأنا لا أحبك فقال أبو مريم وهل يمنعني هذا حقي أو يحل لهذا جلد ظهري فأجابه عمر بالنفي فقال أبو مريم إذن ما لي وحبك فلا يبكي على الحب إلا النساء فغضب سيدنا عمر بعدما شعر بغلاظة رد الرجل ولكنه تذكر قول الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطَ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُوا لِلتَّقْوَى فأعطاه حقه كاملاً ثم ابتعد عنه كاظماً غيظة لقد كان بيد عمر رضي الله عنه أن يثأر لأخيه مستغلاً تعجرف وسوء رد الرجل ويجعل منه عبرة تحت زعم المساس بهيبة الدولة والخليفة ولكن عمر الذي اقترن اسمه بالعدل لم يجعل من ثأره لنفسه ذريعة للثأر لأخيه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجين كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظيماً زوجة تقية لا تحب الغيبة أو النميمة ولا تتدخل فيما لا يعنيها لذلك كانت تتحدث قليلاً وتصمت كثيراً وهذا ما كان يغضب زوجها حيث كان يطلب منها بعد عودته من العمل أن تخبره بأحوال الجيران وأسرارهم والخوض في أعراضهم وعوراتهم وكثيراً ما أفهمته أن الله نهان عن الغيبة والنميمة وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالستر وحذرنا من الخوض في عورات وأعراض الناس وذكرت له حديث النبي صلى الله عليه وسلم من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ولكن الزوج لم يهتم بكلامها وقام بتطليقها وتزوج من قريبة له كانت طباعها مثل طباعه وبعد أسبوع واحد من الزواج ذهبت الزوجة الجديدة إلى جارتها لتهنئها بمولودها الجديد وسألتها إن كان زوجها قدم لها هدية ثمينة بهذه المناسبة وعندما أجابت جارتها بالنفي قالت لها أنت ليس لك قيمة عنده ثم تركتها وعادت إلى زوجها وبعد ساعة واحدة سمع الزوجان شجاراً بين الجار وزوجته وصل في النهاية للطلاق فذهبت الجارة إلى الزوجة وهي تحمل مولودها وقالت لها حسبي الله ونعم الوكيل لقد خربت بيتي بكلامك معي لم تهتم الزوجة بينما حزن زوجها على الطلاق الذي حدث بسبب زوجته وأخذ يفكر وفجأة أخذته الزوجة من تفكيره وقالت له من يدريك بأن شقيقك يريد منك المال لعلاج ابنته بالتأكيد يستغل طيبتك ويريد إنفاقها على أهوائه فلا تذهب إليه غداً بأية نقود عمل الزوج بنصيحتها وبعد أيام علم أن ابنت أخيه في حالة خطرة وقبل أن يعاتب زوجته فوجئ ببعض الجيران يأتون إليه ويريدون الانتقام من زوجته التي أوقعت بين كثير منهم حتى صارت بينهم قطيعة فاعتذر الزوج للجيران وندم كثيراً على قراره الخاطئ بتطليق زوجته التقية واستبدالها بزوجة تعشق الغيبة والنميمة والوقيعة بين الناس وعلى الفور قام بتطليقها وأعاد زوجته الصالحة التي أخذته معها لزيارة ابنت شقيقه وأن ليس للإنسان إلا ما سعاه وأن سعيه سوف يراه ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى